فالسؤال يعني طبعا الناس اللي بتحسوا بتشعر انه الله صامت طيب وانا فعلا عم بصلي مثل الرب يسوع صلى والسموات انفتحت ومثل حسقيال او مثل يعقوب شاف سماء مفتوحة ولكن شو الرسالة اللي في حسقيال الشخص اللي بيشاهدنا والشخص اللي بيسمعنا ايه اللي ممكن يتبارك من هذه الرسالة انتظر الرب عندما تجد ان السماء صامتة استناها ويعني انتظار الرب مهم جدا اني اسمعه ما تحركش غير ما اسمعه لان الوقت ده وقت مش ضايع وقت صمت السماء مش ضايع ده وقت عمل الله فيه وربما بيهيأ المشهد الخارجي وبيغيرني ويجهزني انا من جوه فكتير ما تصمت السماء كلنا عندنا اختبارات شخصية في ان الرب ما بيردش على اسئلة الرب مش بيستجيب صلوات الرب مش بيديني نور اعمل ايه وابقا مش عارف اتصرف ازاي هقول ما تتحركش الا لما هو يتكلمك تتحرك لو فيه قرارات فانتظر الرب واصبر له واستنى ويقول ميخا اني لكنني اراكب الرب اصبره لاله خلاصي يسمعني اله بحب الايدي قوي هو بيسمعني لا صوتي واصل بس هراكب الرب هنتظره هتفرج عليه هيعمل ايه وهستنى خلاصه واستنى ان يدخل المشهد ويتكلم طيب لو انا دلوقتي في ايدي حاجات صغيرة بعملها والرب مش ايه اللي اعمل ايه اكمل في اللي بعمله اكمل في الحاجة اللي في ايدي النهار ده طب فيه قرار لا استنى بس هتنفتح السماء وهيجي يقول لي عايز ايه مني ومرات بيحاول المصار بس تحويه المصار بيبقى للمجد والبرك حدك قلت جملة جميلة النبوات اللي شافها حسكين رهيبة عظيمة وكمان يعني البعد الالهي قسيس يعني بعد اذنك انه الله شايف الاحداث لانه حسقيال كان معاصر للنبي ارمية اللي كان موجود في قرشالين وحنا بنعرف من ناحية تاريخية انه السبع صار على ثلاث مراحل تضبوط دانيال وجماعته او مرحلة وحسقيال الكاهن مع المجموعة وبعدين دمار ارشالين في سنة 586 قبل الميلاد فهي عملية انقاذ لحسقيال حماية وفي نفس الوقت هي عملية تجهيز واعداد للخدمة الجديدة لما كانش متوقعها يعني مرات كتير احنا بنمر في امور او في ظروف بتحدث الله عم بيعمل اعدادات في حياتنا بيجهزنا للمرحلة القادمة لا اعتقد انه يمكن حسقيال كان متجهز لهذا الموضوع ولكن الرب اعده حماه حتى يكون رسالة وبركة مش بس للمسبيين كمان لقور شليم وحتى في نبوات حسقيال 40-48 لما بيتكلم عن المستقبل وعن الهيكل والى اخره فواضح انه كان الله معطيه اعلانات عظيمة جدا جدا ده مرة يحكي عنه انه ازاي خده هو قاعد وسط الناس وده او شليم في الروح يعني فيه تعاملات معاه كانت خاصة جدا وقوية جدا مع حسقيال فكأنه بيعدوا كان اشتركوا في القناة